تفضل أبو يحي شيخ وليد معاك تفضل شيخ وليد عندي سؤال عن قضية فاطمة الزهراء تفضل مع أبا باكر تفضل يعني ممكن توضح أنه لماذا خدف بينهم ولماذا فاطمة تفضل يتفرح سؤال تفضل يتفرح سؤال هو هذا سؤال السؤال أن أنت عايز أن أوضح قضية فدك يعني يعني كانت قضية فدك فقط أم غير شيء ما في مشكلة إن شاء الله السيدة فاطمة رضي الله عنه أرضاه كانت تظن أن لها إرث من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أننا نحن معاشر الإنبياء لا نورس ما تركناه صدقة فالسيدة فاطمة ذهبت لأبي بكر الصديق حتى تطلب أرض إيه فدك فأبا بكر الصديق ذكر لها حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولأن سيدة فاطمة بشر فزعلك من أبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه ولكن هل زعل السيدة فاطمة في هذا الموقف معتبر أم ليس معتبر هنا قصة هنا طيب هو سألة ثانية الآن طيب اسمعني بس الله يبرك في عملك عشان ما يحصل حساسيات في المسألة هنشيل اسم السيدة فاطمة ونشيل اسم أبو بكر الصديق ونجعل القضية بين فقيهين فقيه يقول يجوز أو لابد للبنت أن تأخذ مرس أبيها والآخر يقول لا لو الآن الآن هناك فقيها أتى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال نحن معاش الأنباء لا نرس السيدة فاطمة أتت بماذا طيب طيب شيخ وريد يعني فهمت المقصود ولكن أندي سؤال ثاني أوليس أن الأمام علي والعباس شهدوا على أنهم سمعوا من أبو بكر من النبي هذا الحديث أم لا لذلك السيدة فاطمة نعم لذلك السيدة فاطمة وما يؤكد ما تقول حضرتك السيدة فاطمة عندما رجعت حسب الكتب الشيعية عندما رجعت من عند أبي بكر الصديق ولم يكن معها علي بن أبي طالب فلماذا لم يذهب معها دي النقطة الأولى عندما رجعت فأنبت علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضاه وسبته وقالت له لقد اجتملت مشيمة الجنين وقعدت حجر الظنين إلى آخر وهذا يدل على ماذا على أنها لم يكن لها إرث من النبي صلى الله عليه وسلم بل يدل على ذلك أيضا أن عند بعد وفاة الصحابة يعني خلفاء الثلاثة وتولى علي بن أبي طالب الخلافة لم يرجع أرض فدك للسيدة فاطمة رضي الله عنه ورضاه أو لأبنائها يعني بمعنى لأبنائها والورثة للسيدة فاطمة وإلا كان من الممكن أن يقول كلمة يجعل فيها أبو بكر الصديق أنه كاذب على الأقل يعني السؤال الأكبر لماذا سكت علي بن أبي طالب عن أرض فدك يعني لماذا لم يبين هل الحق مع علي أم الحق مع فاطمة مع أبي بكر أم مع فاطمة لا الشيخ وليد أريدك أن تتوضح لكي أفهم القضية كامل يعني فاطمة فهمت بأن العلي والعباس شهدوا بأنهم سمعوا هذا الحديث هذا السؤال وكيف أذا سمعت أيضا أصرت وماتت وهي غاضبة والله هي أصرت دي حاجة دي مشكلتها الشخصية مش مشكلتنا احنا يعني احنا دائما نحكم بالأحاديث التي بين أيدينا كيف هي السيدة شباب أهل الجنة يا باشا احنا ما بنقول سيد شباب أهل الجنة سمعني بس الله يبارك وعمر فكيف هي سيدة أهل الجنة يا أستاذ الله يبارك وعمر هذا ذنب كبير يا أستاذ يا أستاذ السيدة مريم السيدة مريم لدرجة أنت قلت عليها أنها نبية صح؟ يا أستاذ بس خدنا على أدعالي خدنا على أدعالي خدنا على أدعالي خدنا على أدعالي السيدة مريم تمام؟ سيدة مريم وما شأن السيدة مريم السيدة مريم عندما أتاها المخاض قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسية صح؟ أليس هذا بلاء من الله عز وجل وأنها تعلم أنه بلاء من الله عز وجل وجاء أهل وحي ومع ذلك تمنت الموت يعني مخالفة لما أرد الله فالقضية هنا مش عندنا أن تسيد شباب أهل الجنة ولا سيدة شباب أهلي ولا سيدة الجنة ولا النبي صلى الله عليه وسلم أننا عندنا حق واخد لبالك وخطأ مش هقول لك باطل عندنا خطأ أهل السيدة فاطل ما أنت مع حاجة تانية الزواج الآن لو هو دلوقتي أنا عايزة تجاوز على زوجتي حلاله والله حرام نعم مش بيقولي الصوت في جطة الآن أنا عايزة تجاوز على زوجتي حلاله والله حرام لا حلال حلال طب والمرأة اللي ترفض ترفض أذنبت هل هي كده أخطأت ولا لم تخطئ المرأة اللي ترفض زواجي أنا عامل شيء حلال المرأة اللي ترفض زواجي أخطأت أم لم تخطئ أخطأت طبعا أخطأت طيب السيدة فاطمة منعت علي بن أبي طالب من الزواج طيب يعني أخطأ هذا أنت شايف خطأ أم لا مش خطأ على حسب على حسب أنت شايف خطأ أم لا مش خطأ أنت شايف خطأ أم لا مش خطأ طيب أنا شايف خطأ ولكن غريت في الأحاديث أن النبي صعد على المنظر وغالى كذا وكذا يعني فكيف النبي أيد كلام فاطمة وهو خطأ أيد هائف إيه غالى كيف لا يجتمع غالى لا يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحل حلالا لا أحرم حلالا ولا أحل حراما وذكر السبب لكن هي ما ذكرتش السبب هي غارة على علي بن أبي طالب وراثفت الزواج النبي ذكر السبب لكن هي ما ذكرتش السبب الآن ليس الزواج آية من آيات الله عز وجل نعم نعم طيب لماذا أخطأت لماذا أخطأت يعني هذا عندنا الحديث عند الشيعي يعني أنا شيعي أيها الحديث صحيح عندكم الحديث صحيح عندكم في حديث أنا لا أدرك بهذا ولكن في حديث ثاني قال أمام صادق قال اتهموا مدر الصادق أمام الباغة قال ليس اتهموا عليا بأنه ذهب إلى هذا وهذا خطأ يا باشا أنتو بتجيبوا الحديث عندكم وبعد كده تروحوا جايين ملفقين ملفقين للصادق أو ملفقين حديث ضده احنا معنا الحديث صحيح الحديث صحيح السيدة فاطمة رفضت أن علي بن أبي طالب يتجاوز عليها والزواج آية الرجل ما عملش حرام طيب أنا قلت النبي آية هذا الكلام شيخ وليد أنا ما جاي ناظر قضيتي قضية فدك خلاص يبا خلاص طالما أخطأت في مسألة والمسألة دي موجودة في القرآن الكريم فمن إشكال الناظر خطف في مسألة تانية الإشكالية وبعدين أنت حضرك بتكلم واحد اسمعني بس أنت بتكلم واحد وبتكلم أهل السنة الجماعة الذين لا يعتقدون بعصمة أحد فلو سمحت كلمنا على هذا الأساس فما تقوليش بقى أن السيدة فاطمة سيدة نساء العالمين أني مش عارف إيه طبما السيدة عائشة وهذا اللي بقى لك أفضل نساء العالمين برضو وبتشتموها وبتسبوها والكلام ده كله فبلاش تكلم من كلين وبعدين مش هتيجي تقولي السيدة فاطمة لو سمع مش هتيجي تقولي السيدة فاطمة فأنا أخاف وكش ومش عارف إيه والكلام ده كل لا يا حبيبي إحنا عندنا مسألة فقهية طب أنا هسألك سؤال آخر عندكم أن السيدة فاطمة تسمع وهي حية طبعا بتسمع وهي ميتة تسمع صح لا شيخ وليد أنا عندي سآل آخر سآل أن فدك ما هو وأرض والله في أرض فدك والله العظيم هكلمك فأرض فدك نا صوتك يقطع كان طيب السيدة فاطمة ماشي نجيبها من زاوية تاني الآن السيدة فاطمة غاضبت من علي من أبي بكر الصديق لأنه ذكر أن الأنبياء لا ويرثون تمام فغاضبت منهم صح كده إذن كل من يتكلم بكلام أبي بكر الصديق فهو مغضوب عليه من فاطمة صح يعني تقصد يعني كل من يتكلم بحديث أبو بكر الصديق أن الأنبياء لا يورثون فالسيدة فاطمة غاضب عليه صح نعم لأن النبي غال فاطمة بضعة مني حيلو حيلو جميل أوي طيب عندك روايتين عندك روايتين والروايتين صحاح فيه عندكم في الكافي لو عرد عن مهدي فأي يده الروايتين بيقولوا أن نحن معاش الأنبياء لا نورس ما تركناه صدقة يبقى هي كده غالط بانا على المعصوم ولا لأ شيخ حليد أنا على الأرض فدك ما أنا بكلمك عندكم روايات صحيحة عندكم روايات صحيحة بأن الأنبياء لا يورثون فكيف الملك عبد العزيز رداها إلى أمام الباغ اتفضل هاتها يلا يلا هات ان عمر بن عبد العزيز رداها يلا تفضل والله العظيم لو أتيت لي بمصدر صحيح أن عمر بن عبد العزيز ردا فدك للسيدة فاطمة أقفل البرنامج دلوقتي وما طلعش شهر يعني أنا قابل كلامك يا بش أنا مريش دعوه بكلام المنتديات أنا مريش دعوه بكلام المنتديات أنا ليس الكتاب اسمي الكتاب الصفحة بالسند بالرواي أنت نعم أنا قرأتي عن ماضي أنا نكلمك شيخ وليد يقول النبي كاملا من الساعة خمسة ومريم وآسيا وفيها سيدة مريم كاملت ومع ذلك قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا من سي طيب النبي الله لوط قال هذا يوم عصيب يعني ما فيها شكال يعني طيب أنا أنا أنت أنت اللي بتأيدني أن السيدة مريم مع كمالها مع كمالها وقعت في مخالفة سيدنا لوط وسيدنا نوح مع كمالهم وقعوا في مخالفات المشكلة يعني أنت بتأيدني حتى كمان هذا ما تزغط العصمة يعني هذا قالت غولا يا أستاذ أنا من إيش دعوة العصمة دي في دماغ كنتو العصمة دي في دماغ كنتو مش في دماغ نحن يعني سيدنا سيدنا يونس عليه السلام سيدنا يونس عليه السلام عندما قال عندما قال وظن أن لن نقدر عليه تقدر تفسرها لي الله عز وجل قال في شأن سيدنا يونس وظن أن لن نقدر عليه يعني أنت تقول شيخ وليد يعني مضمون كلامك ما فيش حد معصوم حتى النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل عاتبه يا باشا السيدة فاطمة رضي الله عنه وارضاه أمام الشارع زيها زي أي حد طيب يعني فاطمة أذا شهد عليها زوجها والعباس وأيضا أصرك يا باشا يا باشا روح سألها حضرتك أنت يا باشا روح سألها أنت قل لزوجها ليه شهد شي ثاني يا عمم مش علي بن أبي طالب اللي شهده كمان يا أستاذ يا أستاذ أنت عايز تكفر السيدة فاطمة برحتك أنت أنت عايزين تكفرها برحبكم أنت يا أستاذ الآن الآن يا عم اسمعني بس الله يباري في عمرك ما هو موجود في كتبك برضو يا أستاذ يا أستاذ يا أستاذ يا أستاذ الآن يوجد في كتبك أن الأنبياء امش يا ألا يلا 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 الآن موجود في كتبك الآن موجود في كتبك أن الأنبياء لا يورسون روح حاسب كتبك ما هو اللي طلع برضو كتب بتاعتكم مش كتب نحن بس الكتب بتاعتكم برضو طلعت السيدة فاطمة مخطئة لذلك أنا سألتك وقلت لك هل السيدة فاطمة تغضب حية وميتة قلت لي نعم هل هي غضبة على أبو بكر الصديق لأنه ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قلت لي نعم طيب الآن عندكم في كتبكم ذكرت النفس الحديث الذي ذكره أبو بكر الصديق يبقى إيزا غضبة على المعصومين كمان يا راجل ده أنتو بيحاولوا ينبشوا في الكتب عشان يكفر عشان يقولوا إن احنا بنكفر السيدة فاطمة شوف وصل بيهم الحل فين سمعت واحد غبي برضو منزل فيديو يقول لك إن أبو بكر الصديق هو الإمام باعترافكم يا أهل الصنة والجماعة تمام؟ آه إمام طيب السيدة فاطمة خرجت على إمامها والخارج على الإمام لابد أن يقتل عندكم لأنه خرج على الإمام يعني شوف هم أساساً هم اللي عايزين السيدة فاطمة عايزين يكفروها الغبي ما يعرف الفرق بين الخروج على الإمام ومطالبة الإمام بحق يعني أنا ليه شيء عند الرئيس الآن عند خليفة المسلمين يا سيدي راح أطلبه بشيء فين الخروج هنا؟ فين الخروج؟ الخروج هو الخروج على أمر من؟ يعني مثلاً يلا بينا يا جماعة الخير هنحارب دولة زي دولة الروم لا أكون جيش وأخرج على الإمام ده الخروج لكن أنا عندي حق عند الإمام أو أطالبه بحق أنا شايف أني ليه عنده حق يبقى كده خرجت على الإمام بلد سيدة فاطمة أزعانت للإمام لما مرضاش ديها وهو يرى نفسه على الحق لا صوتت ولا شلشلت ولا جامعة جيش ولا راحت ولا جات ولا الكلام ده كله لا ده هم يعني إيه عايزين يكفروها والله لا خليكوا يا أهل الصنة تكفروها هو في حد ده المرويات اللي هو بيقولها الناس ييدت نساء العالمين مروية عندنا إحنا عندنا إحنا فشوفوا تخيلوا أبواجه البلاستيك العبيد ده قاعد يجيب لك روايات على الإمام وخروج على الإمام والإمام وخروج على الإمام بعد كده أقول لك السيدة فارس بخرجت على لبي بكر السديق أو حكمها وهو مش عارف يعنيه خروجه الحمار مواجه 돌لاستيك بيستخبى فيه مش عارف يعنيه الخروج على الإمام مش عارف الفرق بين الخروج على الإمام والمطالبة بحق أنا أراه حق عند الإمام فطالبته فالله مستعassa أليس يعني أنا دلوقتي عندنا هذه الله مستعassa دلوقت القضاء قضاءة المحاكم دول مش بشر صح كده طب انا ليه حق عند قاضي ورحت له يبقى انا كده خلقت على القاضي يخرب بيوتكم لا وهم اللي بيسعوا انهم عايزين كنت الكفارها يا عمو نحن حطينا اساسا البنوت دي ولا الاساسيات دي ولا اي شيء من كده لا شيء خلقت دي خرجت على الامام يبقى عندكو كافرة طب احنا عمنا كافرة ولا حتى خرجت على الامام لا بس بيما ان اذا يخرب بيوتكم اه بتحقق على العيلة الصغيرة